نتصور تواسابها من عرش كانت تواسابها أصبر مشوف حبيت نعمل بالكمبيوتر ما حبيش يمشي اه اوكي سيبون لا يوجد نحط ربو البرتابلة تنظروا فيا باي خلني اخذ راحتي ها ونزلت اهلا حللت اهلا ونزلت سهلا واتيت اهلا باي خانشوف هوني أول مرة نعمل في غروب أهلا اليس باي مانش عارب شنو بش نتكلم فرanchement جي أكو ندية سيتي يعني علامتروفست كما نقولو احنا بالتونسي غير واحد يبدل الجوة كهو طو سمplement سلام رحمة أهلا رحمة أهلا أهلا شنو حوالك ما زلت الجاهة سبيل الحرية لا أحبت لا أحبت توقف سلام 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 يعطيك الصحة يا ناعم ماكسيلتوه حتى تشبدلنا على الزواج والارتباط كانت تعرف الرأي متاعي على الزواج والارتباط وتقطع حواجك غير اسكت 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 سكتنا دعني لا تشبدل هذه الحاجات فهمت لا تقترب من الخطأ أهلا أهلا أيمان أهلا أهلا صديقتي يا عزيزة هذه قاعدة كما نقولو احنا ودية أهلا بك يوبا ما نعرفك يوبا قبل لانا اجتي جميع فما ياسر ما نعرفه مش هوني ما فهمت شم في نجيوه ما فهمت شم في نجيوه المهم ما نعرش عندكم موضوع عندكم ما نعرش شنو بش تحكيه بالضبط ما نحبش نحضر موضوع ما نعرش شنو بش نحكي شنو بش نحكي شنو بش نحكيش المهم نورمال اه تي مشتهم بربي يسكت تي مشتهم ديما يقولوني ما انت مشت الشعرك تي ليه هي انا بش نمشت شعري ولا نمشت ما عنديش وقت انا توا دخلت تلقيت الواحد يعني ما كنتش موجود هولي مقوعة برد فهمت شبيك طفيتني صاحبي يودي موضوع كبير يا نايم اهلا ديما موضوع كبير ونقعد الحقر فهمت هل تفهمت ؟ موضوع الارتباط و الزواج يا بابا لا لا احقر يا رحمة لا 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 احقر لقد اخرجت بكري لقد عملت قهوة و قاعدة صغيرة على خطر نهار الجمعة يخرجوا المفرغ المفرغ متاع 16 و 17 سنة و 18 سنة ثم كان هادوك اول لايف اول لايف هوني شكري اكسل اول لايف هوني مش اول لايف فهمت اولا كبار وحدها من صغر وحدهم مرحمة ما هو خلطه رغم اللي انا مشكل رو عندي فهمت ؟ كان نخرج مع الكبار يسخيبوني صغير فهمت ؟ نلقى مشكل مع الأسف جيدا بن حمودة لا 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 ايمان ايمان الصغار يخرجون فندردي و سامدي خطر ساعة خطر فندردي الناس تخدم على روح الناس الخدامة لا تنجم تخرج فندردي بشترتاح بينما البطالة والصغار يخرجون فندردي وضع الناس يجب ان يقوموا بشيء في الوقت لعدة اسباب مع الاسف لا نحب ان ندخل في الديتايل خطر تعرفني يا يوبا نحكي ديراكت ويمكن نجرح ياسر عباد و نقول كلام خائب مع الاسف مع الاسف ليجون مع انتها باهي انا مانيش صغير فهمت باهي تنعطيك مبعد مبعد تنعطيك يا نعيم دعني نحكي مع يوبا صدقني نعيم انت ولا نعيمة ولا منعرش عليك شاسمك المهم اكسل اكسل يوبا انا مانيش صغير فهمت انا عندي تقريبا قرابة 29 سنة في الدومان هذا انا وقت بديت عام 97 و 98 ما كانش فيما ملحد كان شيوعي نكهو ما فهماش الحاد فكري ما كان الحاد سياسي فقط ما كان انت قد انا ولا انت قد انا في تونس ولا شما الاشف واكرتأ الحاد السوريان المرحدين ومن بين المسيح المرحدين ومن بين احنا شمال افريقيا كنا اربع كعبات كنا اربع كعبات تقريبا وطول الوضع تغير فما ياسر شباب ما شاء الله في جميع ما يسمى بين قوسين العالم العربي المتكلم بالعربية أو العالم المتكلم بالعربية وليس العربي طبعا وبدأت التوضح ياسر حاجات لكن مع الاسف الشباب اللي طالع تول كله يفقد الكثير من الاخلاق الانسانية مفهمش احترام مفهمش عمل منسق كل واحد يغني على ليله مفهمش عمل منسق فما احزاب وجهات تستغل هؤلاء الذين ينجدد وتعطر فيهم فهمت في الجانب السياسي ولا جوانب اخرى معناها الشرق سابق اذا سوف نرى ما عاشه الشرق الشرق سابق نعم الشرق سابق هذا لا نقاش فيه يا نعيم الشرق سابق ارتباطنا بالشرق رهو ارتباط قوي جدا من الجموش نفصلوه فهمتا لما اسمعني يا يوبا يا يوبا عمرك ما تطلب دعم من الحكومة الحكومة او الجهات الرسمية عند ما تطلب منها دعم تؤطرك وتصبح غير حر فهمتا احنا عندنا ياسر حاجات خائبة مع الاسف مع الجانب هذا المعنى احنا عندنا عقول عندنا عفيف لخضر اللي مات عندنا عبسلم زياني اللي هو مخ في التاريخ جال البريك اللي هو مخ في السياسة عندنا اختصاصات كبيرة فما عشرين الف واحد موجود عالنات ما شاهدهم و ما تلهابهم فمش احترام فمش احترام المسلمين روما همش غالبين على خطرهم على حق غالبين على خطرهم على نظمين هم يحترموا فهمتا راهوا مثلا يا يوبا مهما كان يقول لك ازيد منك بليلة اكثر منك بحيلة وهذه مش يعني يقول لك مثلا انا حر فشكون هو ربه الحر فمش حرية الحرية كان في داخلك في فكرك اللي يقول لك حرية و انا حر اعرفوا راو انسان فاشل ما يعمل شاي في حياته ما يعمل حات شاي في حياته اون با دان سموند ماتاريال اكزيستان اون با اتخ لبه سي اون اي لبه سا فدير اون اي ريان اه اهاي اخوي اه اهاي هادي البيره متاعي المفضله هاي بيره محليه لمحاله اما ياسر طيارة فهمت يوبا اه معنتها فما ياسر مغالطات مع الاسف فهمت الالحاد ما عادش كي مقبل سياسي الالحاد ولا فكري وطريقة حياة وطريقة تفكير فهمت تسقط الحكومة وتسقط كل المنظمات الرسمية فهمت خاصة في داخل الدول امتاعنا تواهوني في الغرب ثم نوعا ما حرية ثم قانون ثم نظام بينما في الدول امتاعنا مستحيل يعطيوا رخصة الحزب او جمعية الا لما تكون انا كانت عندي جمعية انا انا قديت اول جمعية الحادية في تونس عام 2001 فهمت واللي في عمري واللي ما ياسر يعرفوه لا يم فهمت من هنا وهناك ولكن معا وكانت عندها مجلة رسمية اسمها تيماتيك تصدر الى 2005 والحادية الحادية ونعمل الصهارات ونعمل الخرجات وننظم كل شيء ولكن لازمك تقدم تقرير للدولة مراقب من جميع كل شيء ولازمك تكون محدود وما لازمك تفوت اطار معين وقتها بدأت تكبر وبدأت تفوت اطار معين تسكيرها هذا لا نقاش فيه فهمت الحكومات انتاعنا حكومات عميلة كلها فهمت الهدف انتاعها هو جعل الناس عبيد تحت السيطرة انتاعها الغرب مهموش يكون يحكم في تونس ولا في اي دولة الغرب يهمو اللي يحكم ويسيطر على الناس فهمت الغرب مهموش يكون يشد الشعب منظمين اخويا هما يخدموا من عام سبعين بابا ايوه ما تفعلنا نحن ما تفعلنا نحن نحن يأتي واحد هنا فهمت اللي انتوما فيه توا لكلكم راهوا عمل مش البارح جاه راهوا راهوا الخدمة في تونس من عام 98 ومن عام 99 بش وصلتوا انتوما توا تحلوا في فامكم عبايت خدمة عبايت عندها اختصاص في المجال السياسي عبايت عندها اختصاص في المجال الفكري في المجال التاريخي في المجال الإبداعي الروائي ماذا يشجع على رأس الغول ولا يدور ولا رأس الغول؟ أديب يكتب ويعبر ومحط احترام هشام الذي يقراركم في كتب ومعلومات فهمت؟ مهمة جدا لا تعرفوها المشكلة نحن لا توجد نقد الإسلام انتهى فترة نقد الإسلام لانتهى الإسلام تلقى على رأسه حتى نخرع حشاكم أسمع تونسي يا نعيم معروف يتبع الموضة فهمت؟ يتبع الموضة شمال إفريقيا معروفين يتبعوا بعضهم أي حاجة تولي موضة يتبعوها مدام احنا متفرقين هكا فهمت؟ وكل واحد يعني يخدم على جهة معينة لا نتكلم عن خطرة ما تجيش تطلب من الأشخاص اللي يخدموا بشي واحده الناس لا اللي واحد الناس هو الشعب مثلا في إسلندا إسلندا الشعب قرر أن يمشي ما يسمى ثورة الكسارونات تجمع الشعب بداي يلم في روحه يمشي القصر الحكومة البرلمان شد ربهم لكل حطهم في الحبس اقطع علاقاته مع البنك الدولي واقطع علاقاته مع كل الجاة السياسية وعمل عملة جديدة وعمل مع أنت حط عباد تكنقراط يحكموا في البلاد الحاكم يجب أن يكون في خدمة الشعب فهمت؟ نحن المحبين نحن المحبين ولم يحبون في الشعب تكنقراط الصحاب تكنبي وتكنقراط الصحاب وتكنقراط الصحاب وتكنقراط الصحاب ومثالت يبقيت محترزا أنا خطر مئات جارئ반 يفعلون ويعزموني به وبعدставة ندخل صحابه واتجاه معين وخاصة هذو من الجهات جهات مشبوهة جهات مشبوهة ومنحطة أخلاقيا فمتا مشبوهة مع الأسف أنا عندي احتراز عليها جهات فما جهات مشبوهة أنا نتعامل معها ناس فمتا أثق فيهم كأشخاص ما نجيش نشك في جلال بريك ما نجيش نشك في راس الغول ما نجيش نشك في هشام ما نجيش نشك في عبد السلم الزياني هذو موطنيين انتوما المشكل تطبلوا كل للخائن وللنذل وللمنحط فمتا الإنسان الباهي تقتلوه التونسي شمال إفريقيا ارتد عن الإسلام 11 مرة ولا 12 مرة والنجي بني ارتد 13 مرة 14 مرة نحن شمال إفريقيا مهم نشك في هذه الأمور فهمتا وقتا نحن الذين نخدموا وليس الذين فقط يؤمنوا بالحرية حتى المسلمين هناك مسلمين صدقني نحكي معهم خير من الملحدين وأكثر مصدقية وأكثر وطنية وفمه يهود وفمه مثيح وفمه 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 من كل الأديان ومفمه فمه حتى مشكلة معهم المشكلة في عقلية، فمهو عقلية واستغلالية فcrates لماذا؟ لذلك لذلك ليس كم نيك وشرب نيك وشرب هذا عادي هذا شيء مسلم لازم خدمة وما هو الخدمة؟ سهلة أي عمل أي تغيير لا يوقع لا يوقع الشعب هو اللي يخلق الرموز بتاعه الكفاف عندك رموز حاضرين في كل المجالات أنت كإنسان تحب تكون حر بالفعل؟ تحب تكون حر؟ تكون حر أنك تدعم كل إنسان وطني كل إنسان إنساني يا ولد يا يوبا بيش نوصله لدولة علمانية ما زلنا بعاد ما زلنا بعاد لازم نعمل كما إسلندا ثورة شعبية حقيقية كما الثورة الفرنسية ثورة حقيقية تقضي على السيستام الكل السيستام فاسد السيستام حطوا الاستعمار نكونوا صراحين السيستام كل حطوا الاستعمار لا تقضي على ثورة في تونس وقضي على تبديل كما نقوله سروج كهو الغرب لا يجب أن يقضي ثورة الشعب لا يجب أن يقضي على ثورة الشعب لا يجب أن يقضي على ثورة الشعب وملوحها في الشارع وماذا تريد أن تقضي على مهبول لا لا يجب أن نجم ونغيره في أربع أو خمسة سنوات ونقل في الدنيا كان كل واحد مننا يقضي الواجب وكان نخلق رموز رموز نلتف حولها نرى الثورة في الريف وقضي الزفزافي واتفقوا الكل على الزفزافي خلخلوا الملكية فهمت النيكو تشرب يا اسمع يا نعيم أنت عايش في السويد وأنا عايش في هولندا حاجة مسلمة نعملها عادي لا يوجد شيئا المشكلة في تونس أنه يهبط واحد يهبط 20.000 ستاتيو يظهر تونس كاملة تعرفوا نهارة يشرب بير ونهارة يشرب بير ونهارة يشرب بحر صحيح أن نجمه عادي ولكن يجب أن تكون طريقة عفوية فهمت مثل هذه كنية الطريقة فهمت أعني أنا نشرب عادي ما تكسر شراسي فهمت حاجة بالنسبة لي أني شدت قهوة أو شدت حاجة أخرى ونت تعرف هذه الأمور فهمت حسنا ماذا تقول يا يوبا على مسألة التغيير التغيير كلمة الداخل لا 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 أي واحد أسمعني الداخل دي ما يكون فيه ضغط لازم التغيير من الداخل ومن الخارج هذا مثلا سوف نقرأ تعليقات وانت في الخارج كنت في تونس تقريبا أكثر من حدشين سنة في تونس فهمت ليس مثل تونس الوطني وطني في تونس ولا خارج تونس وطحان طحان وحتى إن كان في تونس ولي ليس راجل ليس راجل حتى ولو كان في تونس فهمت سنخينا بباغ عليش أنا ربكم أنا أنا في هولندا ما يعني ينقصني شيء نمشي نعيش حياتي فهمت ونيكو ربكم كل شي يمني فيه ربكم هو جلال حتى هو نفس الشي يمشي يعيش حياته وهي شيء مراس الغلو وما عاد شي يحكي ربه شي يمني فيه ربكم لا 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 أسمع مساندة لشي يا يوبا يا يوبا لا مساندة لشي ككل واحد يعمل اللي يلازمه فهمت يعملوا مثلا هذا الجروب جاسباغ اللي يواصل على هذا الخط الحرية ما فهمت الحرية لازم تكون بمفهوم الحرية الفكرية طبعا الحرية الفكرية لازم تكتعطي بكلمة للجميع أما الحرية بحد ذاتها ككونسبت ما فهماش فهو بيدو هذا الكروب ما فيهاش حرية نوعا ما دي ما عندك حدود فهمت دائما عندك حدود والحاجة المهمة عليش أنا أقول لك الناس الكل زهم يكونوا على خطر زهم أنا ما عندي حتى مشكلة مع أي إنسان سنتقني حتى لي سبني حتى لي كرحني حتى لي لا أنا نكره رب الإنسان اللي فهمت يبدأ ماخذ موقف منك و لا يحب أن يقول و يعمل روحه نورمال عادي هذا نكره رب الإنسان نحن لدينا مشكلة لا نحب أن نفقه الدمان لا نزلنا لدينا عقلية أخذ بالخاطر لا تجرح لا كذلك لا أجرح نيكني أضربني قل لي تفرخ قلبك تجعل شيء في قلبك تفرخ تجعلني تتخمط تجعلني 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 و كالسرق سوف يصرق يجعلني تجعلني 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 قلبك حتى لا نحب القوانين عندهم عقدة من الجسد لا يزالوا واثقين في رواحهم قتلك تعرف المشكلة يا ناعيم أنها لا تتصال من بين الشباب والتي لديهم تجربة فهمت؟ توقف واحد فرخ صغير يطلع لي 18 سنة أو 20 سنة أو حتى 25 سنة فهمت؟ ويقول لي يحب يرد روحه زعيب فماشى هذه في أي بلاسة في العالم ليس مثل أنه صغير أو ليس صغير هناك تجربة حياة هناك اختصاص ويقول لي يفهم في كل شيء ويقول في كل شيء ويألف في كل شيء ويقول لي كما نقوله يدافع على حماء الدين ولا على حماء درشنوة أعرف طحان أي إنسان مهما كان فماشى ندافع نحن مع بعضنا لدينا بلادنا تونس الوحيدة التي تجمعناها هي الأرض مهما كان لاتجاهة متاعي يهودي مسيحي زردشتي بهاي شيعي ثني مهما كان نحن معنا مشكلة ليس الإسلام وانتم من كلكم ضاعب وانتم تكرهوا الإسلام وانتم كل شيء رأوا أوروبا لم تقدمتش عندما حاربت المسيحية وقت حاربت المسيحية وقعت حروب صحيحة ولكن تقدمت عندما تصالحت مع المسيحية ووقت المسيحي أصبح يحترم الملحد والملحد يحترم المسيحي ونحن توا في الفترة هذه وعندما نقول احترام ليس يعني أني ما ننقدش ننقد ولكن المسلم يسمع ما عادش ما عادش يهمه هذا هو المصالحة المصالحة مع التاريخ المصالحة مع الدين مع الإجيولوجية فهمتك الملاح هذا يدعيب عنده بعقدة على الجسد عندهم عقلية مع النفاق ما زلت عندهم النفاق ما زلت عندهم الخوف وهذه الكلية مخلفات مخلفات الاسلام موش ساهل أقوى دين الاسلام أقوى دين تتعدى الحاجز فمتنجمش تتصور مصعب انك تتعدى الحاجز الاسلامي صعيب موش ساهل الاسلام يسيطر عليه كليا من لول للخت موش ساهل أهلا أهلا ساهلا إبراهيب ما حوالك كريم أخويا دعنا في الموضوع الارتباط والزواج يجب انفصالا عند الملاحدة والمسلم التونسي فزاعة حسب اختلافهم الاقتصادي أهلا أهلا قدس لا لا أسمع كلنا نتعلم من بعضنا قدس كلنا نتعلم من بعضنا أهلا أهلا مونا سلمة أسمع مسألة الزواج والارتباط أول شيء يجب أن نفرقه نكونوا واضحين ثم ثلاثة أنواع من العلاقات بين البشر العاقل البالغ نكلم عن العاقل البالغ فهمت المسؤول هناك علاقة رغبة وجنس وهناك علاقة أسرة تكوين أسرة وهناك علاقة ارتباط مصلحة ونس ليس أسرة نتعاون على هذه الحياة ثلاثة أنواع المشكلة التي نحن في تونس أو في الدول بصفة عامة الإسلامية لا نفرقوش من بين ثلاثة هذه أنواع توجيب العالم الآخر في كل الشعوب يفرقوا من بين نيكا ومن بين جيبولاد ومن بين نتعاون الغلاثيون واضحة من الأول بينما نحن لا نعرف أي شيء أي شكوا ودقوا فهمت؟ لازمني نعرس بشنيك فهمت؟ خاصة للإنساء أكثر إنساء إذن هذه مشكلة كبيرة كان أنت ما تفرقش من بين ثلاثة حاجتها ومتعرش أنت شنوها محتاش في العمر متاعك وفي الوقت متاعك أنت عمرك 16 سنة تفكر لي في الزواج ربك تفكر في النيك إيش بعنيك ساعة؟ فهمت؟ وقاموا إلى 14 سنة تفكر في العمر متاعك ويقومون بعملهم يتعلمون فهمت؟ ما تفكرون؟ ما تفكرون؟ من أنه يحبون معكم العقدات محتوى من فرجينيته وما فرجينيته وإذا لم يعجبنيه أو يجبونيه أو يحبوني أو يجبونيه لذلك يجبونيه ليكوا بارك لا يجبونيه ونحبه فهمت؟ صرحوا لديهم كما يقولون المغاربة صرحوا القادوس تعلم ماهو الكور اعلم ماهو الكور بالنسبة للراجل و بالنسبة للمرأة جرب وفشل جرب وفشل من بعد وقت تكبر شوية وتولي عمرك 21 22 23 وتدخل للجامعة ولا تولي أكثر مستقل وقتها لازمك تفكر في الوناس فهمت هنا المسألة تختلف تولي شابة عندي جنسيا ما عادش تفكر معاش معاقد تولي تعرف شو كنت تختار من بعد وقت تكبر شوية وتكون روحك ووقتها فكر في الولاد والعرس فهمت طبعا أنا نحكي معنا بصفة عامة رغم لي أنا بالنسبة لي العلاقة هي علاقة تعرف شنوها يا نايم المشكلة الكبيرة في الطلاق أنا معرس خمسة مرات ومطلق إذا كانت تسأل على الطلاق وعلى الزواج أسأل ربي فهمت شنو المشكلة المشكلة الكبيرة اللي موجودة إنها مفهم مش صراحة واحد يكذب على الاخر والإنسان اللي يعيش مع الاخر مهما يكون كذب عليك تنجم بش تعرفه على حقيقة في الأول الطفلة تأتي تقول لك أنا مستعدة ومعاك وكذا 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 عندما تجيب الولاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلطة سياسية واقتصادية طفلة ب 16 سنة طيح رب لا تفقين معي ولا فهمت إذا الرجل يبقى طفل طفل أعتقد أن أنت استغلت الظروف المشكلة المراهة أسمعني حتى في الدراسات الاقتصادية في الدراسات الاقتصادية أول حاجة نرى وتجيش شركات الكبيرة لتعمل مشاريع أول حاجة نرى وضع المرأة نحن لدينا وضع المرأة سامحني أنكر ويابل يقول لك الرجال معاقدين والرجال مكبوتين ماذا كون السبب؟ المشكلة في تونس لا تقول أن نيك مفهم لكن تلقى واحد ينيك عشرة وعشرة مينيك وشي فهمت؟ لماذا؟ أنا خطر المرأة فهمت؟ تحب ماذا يكذب عليها وماذا ينفقها ومظاهر وحكاية فارغة نتحدث بصفة عامة طبعا لا تقوم بصفة عامة المرأة لا تقوم بعمل المبادرة لا تقوم بعمل المبادرة وضعها في بالك الرجال طبيعيا فهو ستان خطر يعني صيد فهمت؟ يعني الرجل اللي يأتي يحكي معاك أغرب الرجال اللي يأتي معاك ويقنعك وتولي تحبه ونقلك تسعين في الميارة وصاقط فهمت؟ لماذا لا يوجد الكرارز؟ عندها الكرارز الداخل وعندها الكرارز الداخل وعندها الكرارز أكبر من الكرارز الرجل صدقني عندها قوة لا تنجمش تتصور بالك فيها تتحكم في كل شيء قتلك 17 سنوات 18 سنوات طيح ملك العالم فهمت؟ بضحكة الرجل راجل راهو فهمت؟ طفل الرجل طفل فهمت؟ المشكلة لازمنا قتلك لماذا تطلاق؟ الطلاق تطلاق تطلاق سببهم فليس صراحة لماذا؟ كان كل واحد مننا أنا لماذا عندي ثلاث سنين مطلق لماذا تعرفت؟ تعرف ما اسمها؟ ما اسمها؟ إيمان ويعرفوا صحابي المقربين يعرفوني فهمت؟ المشكلة يا نعيم قلت لك أنا عندي ثلاث سنين مطلق ثلاث سنين مطلق ثلاث سنين مطلق تطلاق هذه قلت اسمها بشيء نبدل الطريقة حسنا؟ أنا رغم اللي كنت ديما واضح مع أي إنسان بصفة عامة نسبيا الإنسان ديما يحاول بشيء أوضح المرة هذه قلت بشيء نكون واضح مية في المية كان كل واحد يكون واضح كل واحد عنده حاجة أنا مثلا كنت أحب أن نعمل علاقة فهمت؟ تبكيش لا تبكيش لا تبكيش غيرها لا اسمعني لا تبكيش لا تبكيش لا تبكيش أنا تعرف ما أقول؟ أقول المرأة التي تفارقني تساعدني على أن أتخلص منها ما أفعلت ثلاث سنين هذا؟ أمان وصحابي وإحبابي يعرفوني لكل فهمت؟ كنت واضح وصريح هذه توجهاتي الجنسية هذا ما نحب من المرأة؟ هذا كيف نعيش؟ هذا ما نحب وما ما نحب؟ تعرف نقول الحقيقة كما هي عشرات التي تسمع تشد روحها لأنه يسمع لا يصدقك في الأول ويقول أنه يتبدل والتي تحرب من الأول والتي تحاول أن تبدلهم والتي تحاول أن تبدلهم والتي تحاول أن كل واحدة كيفاش؟ لا كان كل واحد مننا واضح في جميع الجوانب يا سيدي أنا لا يمني لا يوجد مشكلة لا تبكيش تقول أمي أنا أحبك لا تضخوني لا تجبرها لا نجبرها لا لا لن أجبرها يعني أنا لا يقلق فما أحب يهموني على خاطر تمنع أو لا تمنعها رأي لي تحب أن تضخون أنا لا أحب أن أقول لأن المرأة لا تضخوني على خاطر تخاف مني أو تخاف لأن تخسرني لا فهمتها؟ أمي فلسل فهمتها بالنسبة لي كل إنسان عنده توجه كل إنسان عنده توجهه فهما ناس مهم مهمش ها وانا توجهه شنوه بالضبط وكان كل واحد يكون واضح فمتا؟ في علاقته مع الطرف الآخر يجب أن تفاهموا من الأول ناحية رب الدين وناحية رب كل شيء وناحية رب الكنترا وناحية رب كل شيء يجب أن تفاهموا 1.2.3.4.5.6.7 ها سيدي فهما ما Begin ما تكافيهش رجل واحد بصراحة وفهاما جالي ما كافيهه عمره واحده إذا كان لازم هذا الشخص اللY متكافيهش مراه وحده و هذا اللY متكافيهش رجل واحد يعرسوا ما بعضهم يتخوفوا ... يتجب ... بني بعضهم يتفاهموا ما بعضهم وحده حساسه فمتا ... تاخذ وحده حساس كيفها كل إنسان كما نقوله كل واحد يلقى الحاجة اللي تساعد وهو شخصيا هل تكون تحب علاقتنا شنوه هل علاقته نس هل علاقة حب هل علاقة أسرة هل علاقة شنوه لا يوجد شيء أسمعوني بأيضا لا يوجد متساويين كل واحد يوجد الاتجاه فما يجب أن يحب يأخذ فاقانس موجودة في أوروبا ومراه وراجل معارصين يحبوا بعضهم يأخذ فاقانس موجودة في شهرين يجربون ويجردون حتى يجبونهم بأيضا هل تحبون موجودة ويجردون مع بعضهم أقوى يقوم بترسلون نيكا وما يخسر يده أو ساعة و المشكلة ليست في نيك بحب ذاته و المشكلة في الثقافة الجنسية و هناك أشياء تضعين نيك من نيكا فما النك وفما ما كي من قولوا النك الجسدي ما يسمى بالرغبة الجسديية وفما الرغبة النفسية أغلب النساء مش كلهم يعني يحتاجوا هذا الجانب النفسي الراجل الراجل أي مهما موش فهمت مهما موش الراجل لهم يفعله كما سا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الناس فهمت هذا ليس فسيلا إذن كنت تقولي لأن الإجانجيزم ستكون النوو موديل نقول لك ريان ستكون النوو موديل كل شيء فما يشادي يحب يحب المرأة والراجل يجيب أولاد يو قد عايش معها حياته قامل ومرتاح فمتا؟ كل واحد كذاش فما يحب الإجانجيزم حتى في الغلاشيون سيكسيال كل واحد عنده الفانتازم فمتا؟ هذا هو التفكير أن نضع موديل أن الرجل والامرأة هو المثال الأمثل هذا فكرة غالطة فمتا؟ نعم 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 وعي فمتا؟ المشكلة الكل هي مشكلة الثقافة الثقافة نحن لا نعنى ثقافة نحن لا نقض في الإسلام ننقض في الإسلام الإسلام خرجنا من رب خشمنا فمتا؟ لازمنا نعطيه بديل من الثقافة متاعنا فما حاجات عندنا باية هذه هي المشكلة الكبيرة لا تفاهم كل واحد يبدأ يحشي فيه على الآخر أنا قلت لك عندي ثلاثة سنين قلت لك تعرف إيمان ويعرف وغيرهم حكيت مع أكثر من مئة مره فمتا؟ كل واحدة ترميها لك في الأول كذا 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 كذب كذب يكذبوا على بعضهم يا ولدي علش تكذب ربك علش تكذب قل لي يا ربك أنا نحب هكا أنا يساعدني وانا بيساعدنيش شنو أخسرت انت يا ربك علش تقضي علي في وقتي فمتا؟ ونرتبط بيك ونضي علي شهر وشهرين ويمكن حتى نكون معاكم بعد جيد قل لي كذا وكذا وكذا فمتا؟ علش؟ علش تضي علي في رب وقتي طوالة مثلا الموناكس متفتحة وكذا وكذا رغم اللي هي كانت مسلمة وقتها عاشت معايا وكل شيء وقتها جابت الولاد ولا تحب اطهر ربهم شنو ربك اطهر ربهم؟ لا ودارنا ودارنا يعني اطهر ربهم ربك شنو اطهر ربهم؟ ما اطهر هومش ومتمث هومش ومتعلم هومش الدين أصلا انا ولدي عمره ثلاثة سنين فهمت؟ ثلاثة سنين ولا اربعة سنين نتعدين مرة قدام كنيسة قال لي بابا نحب نساعدك سؤال قال لي طواحنا نمشول الجزار نشروا الحم نمشول الجزار نشروا الحم نمشول الخضراء نشروا الخضراء برد نهار لحد كنا متعدين قال لي هذي البلاصة يدخلوا لها علي شنو هومش يشلوا فيها؟ قتلوا ويشلوا فيها لهوال المراكب يا ذوكم عباد يدخلوا ويكذبوا على رواحهم؟ فهمت؟ وعباد عندها قتلوا عندهم قال لي هذوم الكلة قتلوا هين؟ ما انت بتصور يعني اربعة ثلاثة سنين يعني ما يعرش ما هو الكنيسة؟ بعيد كل البعض وجيتها وبليجية تقول لي لازم نعلمه الدين ويمشي للدار وكاذا وكاذا ونزم نعلمه رمضان وحتى كنا نحن معناتها مانش مسلمين لازم يعرفوا ما يفقدش فهمت؟ لا مش البلدية الكنيسة الكنيسة يا نعيم الناس يا ايمن كانوا قبل متحرين اسمع اسمع بتكون صراحة معي ايمن ايمن انا وقتا كنت مسلم في بالك الاسلام ما فيهش مشكلة جنسية ما عندهش مشكلة جنسية احنا العالم الكل طوى في الوقت الحاضر اللي يعيش مشكلة جنسية هي ثلاثة دول ليس ثلاثة دول هي تزاير تونس المغرب لا يوجد مشكلة ليبيا يأخذ نيكو في تونس الزيرية يأخذ نيكو في تونس كنت ترى فهمت؟ اكثر مشكلة عندنا هي تونس الخليجيين يأخذ نيكو في سوريا ولبناد لكل هم يأخذ نيكو قبل خمسين سنوات كانوا فهم العبيد يأخذ نيكو في تونس يأخذ نيكو وليس يأخذ نيكو في تونس وليس يأخذ نيكو في تونس سوق البركة وليس يأخذ نيكو في تونس لا يوجد مشكلة نيكو في تونس أنا وقتا كنت مسلمة نيكو لمعارسة وانا مش معارسة وانتي مسلم غير الستر فقط هذه كلمشكلة مثلا في الاسلام لا يوجد بوسا بوسا من الفهم بل العلاقة الجنسية بدون لإدخال من مقدار الحشف لا يعتبر زنا نعم بل وقتا لكن أنا أمني صغير فهمت كما نقوله نعرف نعرف كيف نعمل إذن يا أيمن لا يوجد مشكلة جنسية في العالم الإسلامي لا يوجد مشكلة جنسية في العالم الإسلامي وفي الإسلام كريم برجوليا ندلل عليك أخويا كان عندك حل لا يوجد مشكلة جنسية المسلمين صدقني الناس الكلين يكونوا بالسرق المشكلة في الملحدين لا يوجد مشكلة، يبقى لك التسجيل من بعد لا يوجد مشكلة، الملحدين يوجد مشكلة كبيرة واللاديني يوجد مشكلة والطفل عندها عقدة تحب ياسر لا يحبه، وعند بنتين عندي ثلاث أولادي في تونس وعند زوز يحبه ومنها لم أحب أن تستلعب، لماذا لم أحب أن تستلعب؟ من يقول لك أن الملحدة لم أعد نجم من عرص يعني المشكلة نساء نساء ياسر ياسر فهمتها مش مشكلة يا يوبا يعني او فانتكانت ما يشتدوثور زعمة زعمة هي شريفة وابوها فاضر فهمتها اي نعرفها نعرفها الايام كيف الريح في البرلمة اي نعرفها 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 المسجد يعني هو عادي نور نورمال لا تقصر شخصك او فهمتها الى خون الى خون اخون لا تقفل حكاية الدين لا تشكل حتى الدخل لا يوجد حتى دخل بالدين تعرف يا بنال صدقني الرجل قد يخوض لكن الرجل لا يحب التلاق صدقني قليل الرجل يحب التلاق مفهمت قليل الرجل لا يكره شيء اسمها التلاق التلاق في المرأة تلقني 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 حتى يتطلع له في رأسه أما هو لا يحب ماذا به؟ لا يفهم فما يسر حاجاتهم لا يفهم لا يفهم المرأة فما الطبايع نحن نقسم ثقافة ثقافة متع الإنسان متع النفس لماذا نقول الملحدين أنا والدينيين ثقفوا الناس يزيون من نقد الدين أعطينا معلومات ترى العلم ترى برنامج العقل البشري ترى العقل البشري يبرمجوه ينجم و يبرمجو لك عقلك يعني العلم السيانس الدكوفيرت كل هذه الأمور فيني 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 شدد لي شيء ربب البعير إذا عرفناش ربب البعير و شبع فهمت لا لماذا بيرم لماذا لم ترى ثقافة متعنيك برمشي أقرأ الفزاني يعني الإضاح والنكاح و فهم ماذا نكتب والله يعطيك التفاصيل متع التفاصيل متع التفاصيل فهمت وأنواع البذرة وأنواع الثدي وأنواع الثقافة كبيرة ياسر فهمت وأنواع الثقافة عبر العلم للسيونس فييل الفيديو السلطان والرمال نحن نقص ثقافة ونقص صراحة ونقص معرفة ونقص أمفتاح ونقص أحترام للإنسان اللي عنده تجربة في كل واحد مننا جاهل في مجال معين أنا جاهل في مجالات انت تعرف حاجات اخرى كل واحد يعاون الاخر هذا التعاون مفماش من بيناتنا مع الاسب يا با اكثرهم توادي تقول لك انا علش خرجت من الاسلام اسألتوشي السؤالة علش وليت ملحد مني الجدي انا تشوف فيها جدي فك علينا من جدي مني الجدي انا نحكي نرمال كانت تحب نحكي جدي اذا تشوف نحكي كيف نحكي جدي هذه كلها حاجات مسلمة حاجات بسيطة جدا ومفماش حاجة ما لازمكم تعملوا مع انت كل خطر كل انسان وتبيعته كل انسان وتبيعته ثم حاجات من الناس للجد ثم حاجات من الناس للجد ثم حاجات سريوز التي تنفهم كل واحد سبنتاني انا ديما سبنتاني فانتا انا ديما سبنتاني انا نحكي موضوع 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 ما نحن نعمل في محاضرة لا نحن نحكي مع بعضنا فانتا المشكلة التي تطرحتها لها كل واحد اعطاها رأي فانتا بالفعل فانتا لها مشكلة عند النادينيين مشكلة جنسية كبيرة فانتا لها مشكلة جنسية كبيرة فانتا تونسي ولا مسكر برشا بعد التسعينات اي فانتا الجنراتيو مسكر برشا بالحقيقة نتا نتا زيروا على بعضنا الملحدين مش نعاونوا بعضنا على فهم اكثر اي ما قطلك فما عباد ما هو مش فاهمين ما هو الالحاد ما هو مش فاهمين ساعة كي ما قطلك يعني يقول لك علاش خرج من الاسلام ويقول لك شعلاش ما هو ملحد ولا لديني ولا ربوبي ولا لأدري فهمت هكاكا فهمت ما عندوش هدف في الحياة ما هوش عارف شنية هذي الحياة ما يعرشوا معناها السعادة شنية السعادة فما عباد يسخيبوا السعادة هي مسألة دائمة رأوا كلمة تؤمنش بحاجة مهمة جدا هي ان لازم تكون عندك قناعة ان الحياة هذي ربها عذاب وتحاول بيش تخلق فيها جزر سعادة على قدر ما تستطيع وقت تتسلم بالامر هذا ما عاش تقسر رسك يعني يولي العذاب شي مسلم المصايب والمشاكل شي انا وقت الجيني ومصيب ما نضحك خطر اصبحها مرحادي بينما كي نعمل حاجة باهية ولا فرحة نفرح فهمت يعني في الحالتين انا فرحان غير الفرق وقت نعمل حاجة معانتها بش نفرح فيها يكون الفرحة اكثر وقتها والاخرى حاجة عادية فهمت نرمال بايرم اخوان جاية يخدموا بابا يخدموا من مضمين وعندهم قيادين وعندهم تنظيم وعندهم واحد ويخدموا من السبعينات مش من دواء من السبعينات هما يخدموا الفدل كما احلا لينا من اقرب الهمش الاوروبيات من اقرب الهمش جملة واحدة برجولية من اقرب الهمش انا قاهرهم هوني فهمتا؟ نخرج معاها ونسكر معاها ونشرب معاها ونقرب الهمش فانتا؟ انا هذه كتبيعتي عندها مخية كاكة فانت الاوروبيات من نقرب الهمش بالكل سامحي نفسك هم خدموا يا هايمن خدموا 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 كون صريحين فانتا انا مع انتا احترم خدمتهم خدموا على رواحهم ليس السبعينات مع العروبة وكسب بثيقة المجتمع الدولي ليس الأسباب؟ الأسباب كثيرة أول حاجة الأوروبية عندهم ما يسمى فكرة التي هي خير منك والتي تعمل عليك مزيدة مهما كانت متفتحة فيما حالات قليلة جدا يعني ديما تحس روحها سوبريور وديما تخزر لك على أنك مكبوت أنا هذه الفكرة نحيهالهم من مخهم نشرب معهم ونخرج معهم ونأتي معهم للدار ونرقط ونمسهم ونقرب لهم هم يريدون أن يتعجب هذه هي حاجة حاجة أقول هذه هي جارتي جارتي قتلي يزيم الحس فمتن المهم مشكلة هوني للحس توا نص الليل أنتم عامليني المقاب لنص الليل فمتن وأنا نتكلم بصوت عالي المهم المثلة الثانية هي مثل الثقافة أنا عندي نوعا ما معنتها العلاقات متاعية ما نحبش إنسان ما يفهمش الغناء متاعي ما يفهمش الأكل متاعي ما يفهمش فمتن فمتن الثقافة لا يفهمش لا في الماكلة لا في الموسيقى لا في الكلام فمتن بالعمل يا هايوبا بالعمل يفرض وجودهم بالعمل ليس بالكلام أتمنى أن هذه المجموعة تواصل على هذا المنوان من كل قلبي أتمنى أنها تواصل على هذا المنوان وأنها لا يكون فيها منع وحصر ومنع الناس وحساسيات ما الذي يحب أن يسيب الأخر يسيب ليس مشكلة أما يأتي يسيب ليس يعمل روح وصابا وكذا يسيب تكلم تفرر قلبك قول ما عندك ما هو مشكلتك نعم كما نقول نحن وجهاتنا الضر من脾ج هذا أغريف كما نعمل وحصيح هذه السلابيئة هي الدنيا حتى لا يوجد الكرش أن يسيب أن ذلك حسنا لقد ومتلك نعمل ساعة تقريبا نعم لو كانت تحبه كل مرة هكا المهمة تشرف كثير ما عرفتكم ما عرفت ياسر وجوه هوني لمحالة ما عرفهمش ما عرفش فين كانوا مخبين ياسر وجوه ما عرفهمش عرفتهم عرفت ما عرفت ناس طيارة للاخر نتشرف ما عرفتكم يوبا لا تصدخ كيف كانت تونس في الستينات لم يعرفوش كانت تونس متفتحت أولينا السعودية أولينا السعودية يا عامل يوبا و معاك يا بن حمودة شكرا و معاك كنتي زادا ربي ربك ربي ينا معاك لا مش ربي معاك عادة ربي ينا معايا و ربك كنتي معاك أنتي فهمت لا مش مشكلة يا يوبا يا يوبا أنا صدقني ما عندي حتى مشكلة فهمت تعرفني ما عندي حتى مشكلة و مدابية تجيبوا معاك جلل بريك تجيبوا زياني تجيب هشام تجيب راس العول كانت تحب نكلمهم فهمت أم يا عبا يا حسن شيء يا ولدي عنيش الخوف يا زينة من الخوف ما عاديش توت الخوف من الإسلام حكاية فارغة توت حكاية فارغة يوبا مدابية مع أنت كل نهار جمعة مثلا سبت صعيب فهمت الكثير من الأشخاص من عرش فهمتك أنك تجيب فما شخصيات أنا نقترح لك شخصيات كل واحد أتعلم منه حاجة جلال تتعلم منه حاجة فم تزيني تتعلم منه حاجة هيشان تتعلم منه حاجة رأس لغود تتعلم منه حاجة نجيبهم أنا فما حتى مشكلة أنا كانت حابة فنعمل لك برنامج فهمت كل مرة مع واحد فما حتى مشكلة أنا وكان أنت تعرف أشخاص أخرين مع أنت هتنجم نجيبوهم نجيبوهم خلي الناس لكل تحكي كل واحد يطرح وجهة نظر ولازمك على الأقل مرة في الجمعة تعمل لايف فهمت شكرا شكرا منه هذا هو المستقبل هذا هو المستقبل معناش معناش خيار آخر يا أما أن نصوف نشارك الإنسانية في إنسانيتها يا أما بش نظم محلو بش ننتهيه فهمت ما هو خسر علينا الغرب حتى تشير أو كمبلة نواوية يقضي علينا تنجيبوهم تنجيبوهم تنفهم معهم ما عندك ما تخسر اسمها لماذا عايش في الخوف موت ولا حياة موت ولا حياة ما هاني أنا عندي عشرين سنة ما أنا من أول نهار قلت ملحد وعملت عركة وفهمت وقالوا مهبول وقالوا وكذا تقريبا تقريبا ثمانين في المئة من العائلة ملحدين آخر واحد بابا عمره في تسعين سنة فهمت ولا ربوبي قال لك أنا قال الإسلام اللي يفرق بالعائلة ما عشنا من بي ما عشنا من بي عنده طوع عامين ولا يفتر في رنبان وخمجها في تسعين سنة قلت له لماذا شبيك بدلت قالي فكرت مع مخي قلت الدين اللي يفرق العائلة ويعمل العداوة بالعائلة ما حشتش به هذا ليس رب فهمت نومن بربيانة وكام المهم يوبا شكرا جدا وعلى اللقاء ومواصلة وتشيعات فهمت انكم تجمعوا أكثر عدد ممكن يجيوا فهمت هيا نعرف واحد ترى كل واحد ظروفه يا مناء اسمع فهمت أشخاص يا نعيم أشخاص عندهم وزن لا تنسى مثلا كما جلال بريك وتتعزمه فما هو متفتح وكذا ولكن يجب أن تفهم فما ظروفه فما أشخاص يجب أن نقولوا نحن بالتونس يتلحلح بهم قليلا فهمت فما حتى مشكل فهمت هذه مهمة لا يجب أن تتكبر تقول الذي يجي ولي لا يجي يجي يروح ينايك لا هذا ليس مهمة لا يروح ينايك حشتنا بالنس لكل لحن حتى أحد يروح ينايك فهمت ونعملون مقابلات نتعلم منهم ويأتفهم ويعبروا عن رأيهم فهمت بأينا يتحركوا نحن بذلك ، يتحركوا بالحق الذين يتتحركوا وهمهم فارغين لا يأتي فهمت أنه يتتحركوا يتحركوا النهار قليل يتظلم ويقروا إلى المنزل أحسنك